أكملت عامها الخامس والسلمية والصمود عنوانها الأبرز ثورة شعبية ابتغت الإصلاح فواجهها نظام الأسد بحل أمني تابعه آخر عسكري النتائج ضحايا نازحون لاجئون معتقلون تطول قائمة الانتهاكات بالرغم من كل هذه الألام صمدت السلمية وفشل النظام وحلفائه سكت أزيز ودوي حرب الأسد في هدنة عاد صوت الحرية مجددا تلك كانت قصة من الأمل والألم لم تنتهي فصولها بدأت على أرض سوريا وتمتد تأثيراتها إلى العالم مسار هذه القصة يرويها لنا جمال عريبي في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات وتحديدا في الخامس عشر من شهر أذار مارس عام 2011 انطلقت احتجاجات غير مسبوقة في سوريا التي حكمتها عائلة الأسد بيد من حديد طيلة أربعين عاما المظاهرات التي رفعت مطالب الكرم ورصد الدل فرقها إرهاب قوات الأمن في دمشق بعدها بأربعة أيام شكلت درعا مهدى الانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاحات خصوصا بعدما أقدمت السلطات على اعتقال وتعذيب أطفال كتبوا شعارات مناهضة لنظام على الجدران ثم توسعت دائرة الاحتجاجات وتصاعدت لهجتها لتطالب بإسقاط النظام بعد إمعانه بالحل الأمني بعد الحل الأمني لجأ نظام الأسد إلى العسكري ومعه يرتفع عداد الموت في صفوف السوريين الأمر الذي مهد للخطوة التالية في أواخر شهر تموز يوليو 2011 أعلن ضباط منشقون عن قوات نظام الأسد تشكيل الجيش السوري الحر بقيادة العقيد المنشاق رياض موسى الأسعد وبهدف حماية المتظاهرين السوريين ليتطور هذا التشكل بعد ذلك ليصبح الذراع العسكري للثورة السورية بعد مبادرات ومؤتمرات عدة عقدها معارضون سوريون بهدف تشكيل جسم سياسي يمثل الثورة السورية تكللت الجهود في الثاني من شهر أكتوبر تشين الأول 2011 بتشكيل المجلس الوطني السوري الجهد الذي ما لبث أن توسع عام 2012 تحت اسم الاتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية يضم تمثيلا أوسع للمعارضة السورية شهدت السنتان الأولى من عمر الثورة السورية تمددا لصوت الحرية عسكريا على الخارطة السورية مما دفع نظام الأسد إلى الاستعانة بإيران وأذرعها في المنطقة ففي أواخر شهر النسان أبريل عام 2013 تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للمرة الأولى عن مشاركة عناصره في القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا على الرغم من تواجده قبل ذلك بأشهر يحمل سجل ذكريات الثورة السورية آلاما جمعا مع تكرار صورة المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين إلا أن هجوم الغوطة الكيموي في الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس عام 2013 يعلق بالذاكرة حيث أسفر هجوم النظام على منطقة الغوطة الشرقية باستخدام غاز السارين عن قتل نحو 1400 شخص جلهم من النساء والأطفال وفي أيول سبتمبر من العام نفسه أبرمت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقا حول تفكيك الترسان الكيمائية السورية وجاء هذا الاتفاق في اللحظة الأخيرة بعد تهديد واشنطن بشن ضربات على نظام الأسد بعد مجزرة الكيموي في منتصف شهر كانون الثاني يناير عام 2014 حدثت تطور مهم في مسار الثورة السورية حيث احتل داعش محافظة الرقة شمالا بعد معارك طاحنة مع فصائل من الثوار وحول التنظيم المتطرف الرقة إلى معقله الرئيسي في سوريا لتصبح الرقة المحافظة الأولى التي تخرج عن سيطرة الأسد منذ بداية الثورة تبع هذه الخطوة إعلان داعش في نهاية حيزران يونيو تأسيس ما سمها الخلافة في مناطق احتلاله في سوريا والعراق المجاور تمدد داعش المتسارع عن ذاك ثار عاصفة من القلق في عواصم صناع القرار الغربي ليشكل على عجل تحالف دولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبناء عليه نفذتها المقاتلات الأمريكية أول ضرباتها ضد داعش في شهر أيول سبتمبر 2014 واثار دعم التحالف الدولي نجحت القوات الكردية في السادس والعشرين كانون الثاني يناير 2015 في طرد داعش من مدينة الكوباني عين العرب الحدودية مع تركيا بعد معارك استمرت أكثر من أربعة أشهر في أواخر شهر أذار مارس 2015 تمكن الجيش الفتح من السيطرة على مدينة إدلب الكامل واعترف الأسد بعد ثلاثة أشهر بالخسائر التي مني بها جيشه قبل أن يقر في تموز يوليو بوجود نقص في الطاقة البشرية بعد هذا الاعتراف تطور مهم آخر حدث في مصاري الثورة في نهاية شهر أيلول سبتمبر 2015 بدأت روسيا تنفيذ حملة جوية في سوريا تقول أنها تسدف داعش فيما تقول المعارضة السورية ودول الغرب أن موسكو تستهدف مجموعات المعارضة المعتدلة أكثر من تركيزها على المتطرفين وبعد بدء الغارات الروسية أطلقت قوات الأسد هجوما بريا واسعا بهدف استعادة المناطق الخارج عن سيطرتها في محافظة عدة أبرزها في اللاذقية وحلب في السابع والعشرين شباط فبراير الماضي تم التوصل إلى اتفاق غير مسبوخ لوقف الأعمال القتالية في سوريا بموجب اتفاق أمريكي روسي مدعوم من الأمم المتحدة ويستثني الاتفاق مناطق تحت سيطرة داعش وجبة النصرة وقد شهدت أيام الهدنة عودة المظاهرات السلمية التي جبلت عليها الثورة السورية وفي أعلان مفاجئ في الرابع عشر من أذار مرسى العام الجاري أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره ببدء انسحاب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا كما أمر بتكثيف الدور الروسي في عملية السلام الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا